ارتبط يوم التاسع من الربيع الأول بالزهراء عليهم السلام وراء الاحتفال فرحة الزهراء سلام الله عليها تعبير معنوي وذلك بسبب تنصيب ولدها المهدي عليه السلام الذي يأخذ بثأرها وثأر آبائه الطاهرين ويقيم دولة العدل الإلهي من السمات التي اتسم بها هذا اليوم المبارك هو ارتباطه بسيدة نساء العالمين وذلك لأسباب عديدة لما نصت عليه الرواية عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام إن في هذا اليوم استجاب الله فيه دعاء فاطمة عليه السلام لذلك ينبغي على المؤمن أن يتقرب إلى الله تعالى بمختلف الاجعية لنيل مطالب الدنيا والآخرة كما أن هذا اليوم هو اليوم الذي استلم فيه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يعد يوم التاسع من ربيع الأول وذلك بسبب تولي الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف لمنصبه يعاد بداية العد العكسي لعروش الظالمين والطغاة مشاركة بسيطة من الحاج أبو مرتضى حول هذه المناسبة فلنستقبله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد أفلح من صلى الله على محمد وآل محمد قال أمير المؤمنين عليه السلام يوم التاسع من شاه الربيع الأول هذا اليوم الاستراحة ويوم تنفس الكربة ويوم الغدير الثاني ويوم تحطيط الأوزار ويوم الخير ويوم الهدو ويوم العافية ويوم البركة ويوم الثارات ويوم عيد الله الأكبر ويوم يستجاب فيها الدعاء ويوم الموقف الأعظم ويوم الوافي ويوم الشرط ويوم نزع السواد ويوم ندامة الظالم ويوم انكسار الشوكة ويوم نفي الهموم ويوم القنوع ويوم عرض القدرة ويوم التصفح ويوم فرحة الشيعة ويوم التوبة ويوم الإنابة ويوم الزكاة العظمى ويوم الفطر الثاني ويوم التجرع الريق ويوم الرضا ويوم عيد أهل البيت ويوم ظفرت به بنو إسرائيل ويوم يقبل الله أعمال الشيعة ويوم تقديم الصدقة ويوم الزيارة ويوم قتل المنافق ويوم الوقت المعلوم ويوم سرور أهل البيت ويوم الشاهد ويوم المشهود ويوم يعض الظالم على يديه ويوم القهر على العدو ويوم هدم الظلالة ويوم التنبيه ويوم التصريد ويوم الشهادة ويوم التجاوز عن المؤمنين ويوم الزهراء ويوم العذوبة ويوم المستطاب به ويوم ذهاب سلطان المنافق ويوم التزديد ويوم يستريح فيه المؤمن ويوم المباهلة ويوم المفاخرة ويوم قبول الأعمال ويوم التبجيل ويوم إذاعة السر ويوم نصر المظلوم ويوم التودد ويوم التحبب ويوم الوصول ويوم التزكية ويوم كشف البدع ويوم التزاور ويوم الموعظة ويوم العبادة ويوم الاستلام والسلام الله على أمير المؤمنين وعلى الزهراء البتول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسنت بمرتضى جزاك الله خير الجزاء المجد يشرق من ثلاث مطالع في مهد فاطمة فما أعلاها هي بنت من هي زوج من هي أم من من ذا يداني في الفخار أباها هي ومضة من نور عين المصطفى هذه الشعوب إذا تروم هداها صلى على محمد وآل محمد من العناوين التي ارتبطت بيوم تولي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لدور الإمامة عنوان انتظار الفرج حتى عد اسم المنتظر من أسمائه المباركة التي يكشف عن حالة شيعته في زمان إمامته عليه السلام والسؤال المطروح هو كيف نثقف الانتظار ومن هو المنتظر عن هذا السؤال يجيبنا سماحة الشيخ أحمد الانصاري في كلمته المباركة بهذه المناسبة فلنستقبله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد الله صلي على محمد وآل محمد ثانيا غفر الله لكم الله صلي على محمد وآل محمد على محبة الزهراء الثالثة بأعلى أصوات الله صلي على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين الله صلي على محمد وآل محمد اللهم صلي وسلم على حبيبك وصفيك وخيرتك من خلقك صلاة كثيرة دائمة قال في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الكلام سندته الروايات والآيات وسنده التاريخ والأخلاق والاجتماع سندته العلوم بأكملها وبهذا الاستناد بذلت الدماء النفوس الهمم العقول الأفكار والوجودات لهذا حينما نأتي تارة وأخرى عند المناطق أو عند الفلاسفة أو عند العرفاء ويعطون الوجود للإنسان أنه يأخذ وجوده من ثلاث وجودات سواء الوجود الناسوتي أو الوجود الملكوتي أو الوجود الجبروتي يعني يشترك الإنسان في وجوده مع عالم الناسوتي وهو عالم المادة وهذا له أقسام كثيرة ومع عالم الملكوتي وهو عالم النفس وله أيضا أقسام كثيرة ومع عالم الجبروت وهو مختص بالله ومن يخصه يخصه الله من خلقه وعلى رأس خلقه محمد صلى الله عليه وآله لأنه هو العقل أو عالم العقول عبرون عن عالم الجبروت تاريخيا لدينا روايات عن الإمام العسكري أن حذيف بن اليمان دخل على رسول الله في يوم التاسع قال فرأيت سيدي ومولاي أمير المؤمنين كما نقلت الرواية ونقلها مع ولديه يأكلون مع رسول الله في رواية تمرا أو رطبا وهو يبتسم في وجوههم ويقول لولديه الحسن والحسين كلا هنيئا لكما ببركة هذا اليوم فإنه اليوم الذي يهلك الله فيه عدوه وعدوكم أو عدو وجدكما ويستجيب فيه دعاء أمكما استجابة دعاء السيدة الزهراء أي دعاء دعته السيدة الزهراء حتى أبلغ التاريخ أو الروايات أنه هذا اليوم هو استجابة الدعاء في روايات كثيرة لكن الرواية المستند إليها في هذا الباب في خطبتها الفدكية التي تشير إلى هذا الشيء وفيها تفاصيل أكثر من 450 إلى ألف كسور من الشروح حول خطبة السيدة الزهراء الذي أبدع فيها بعض العلماء بأن فيها أكثر من ألف ومئة إلى مئتين مسألة فقهية بس من الخطبة تبدأ من أنه ما هي وظيفة المرأة تجاه المجتمع تجاه الأخلاق تجاه الأسرة تجاه الأولاد تجاه الزوج تجاه الإنقلابات التي تحدث هنا وهناك تجاه الأمور المعنوية تجاه الأمور البناء للأسرة للمجتمع للعلوم من هي المرأة التي تكون قادرة كيف تتصف بهذه القدرة وهل مجر يجوز أو لا يجوز والفقهاء بنوا عليها إضافة على الكلمات بحيث أنه في مضي الزمن اكتشفوا أن خطبة فاطمة سلام الله عليها تحتوي بس من القواعد العلمية لم يوجد علم الآن على العقول مطروح ومعلوم ومسدد إلا وخطبة الزهراء تشير إليها وهذه الخطبة لم تكن إلا إذا واحد يريد يقراها تقريبا عشر دقائق اثناش دقيقة إذن تقول الرواية ويستجيب فيه دعاء أمكما حذيف اليماني يقول سمعت رسول الله يقول الحسن والحسين وأمير المؤمنين كلا فإنه اليوم الذي يقبل الله فيه أعمال شيعتكما ومحبيكما كلا فإنه اليوم الذي يصدق فيه قوله تعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلم كلا فإنه اليوم الذي تكسر فيه شوكة مبغض جدكما كلا فإنه اليوم الذي يفقد فيه أهل بيتي وظالمهم وقاصب حقهم يفقد فيه أهل بيتي أو ترجع إليهم حقوقهم ممن ظلمهم أو يفقد الذي ظلم وأخذ حقهم يفقد من الوجود كل كله فإنه اليوم الذي يعمد الله إلى ما عمله فيجعله عباء منثورة هذه الرواية كثير من العلماء جاءوا وأودعوها في صحائف الفتن العلوم التي اليوم نحن تقريبا مبتلين بها ونشوف وضع العراق وضع الشرق الأوسط وضعنا هنا في كل مكان أنه الملاحم والفتن كيف تكون هذا كرواية أنه هذا اليوم ومثل ما أشار الأخت قريبا إلى أكثر من أربعين اسم لهذا اليوم شتريد من الأسماء أمير المؤمنين يعددها أكثر من أربعين اسم لهذا اليوم إذن هذا اليوم ما هو ماذا يطلب منه جاءوا جماعة قالوا وهو اليوم الذي قتل فيه عمر بن سعد على يد المختار تاريخيا قالوا لا هو اليوم الذي قتل فيه عمر بن الخطاب الذي هو الأساس في مسألة السقيفة وفي مسألة الأمور التي وصلت أو أوصلوها لأنه لهذا يقولون عمر لما حضرته الوفاة لما حضرته الوفاة بعث ولده إلى عائشة قال لها أن هذا عمر بن الخطاب أن هذا عمر بن الخطاب أو أن هذا عمر بن الخطاب يكون خبر هو ناخذ يرجو منك يا أم المسلمين يا أم المؤمنين يرجو منك الإذن أن يدفن إلى جنب صاحبه يعني يطلب في أيام موتة لأنه انضرب فيطلب أنه من عائشة تسمح لأنه يدفن بجنب أبي بكر صاحب أبو بكر مو نبيها انتبهوا ترى زين يستأذن من عائشة والدافن في بيت النبي لماذا يستأذن منها لأنها زوجة النبي وورثت التسع من الثم كما يقول ابن عباس تجملت تبقلت وإن عشت تفيلت لك التسع من الثم وفي الكل تصرفت والدافن في بيت النبي لأنها زوجة النبي وورثت التسع من الثم لأنها ورثت فيستأذنوها ورثت 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 لا ترث إذن إذا الأنبياء لا يورثون فكيف عائشة أذنت لكم بالدافن وهي لا ترث بأرض تدعون أنها يصبتموها وإذا كان الإرث كما يستأذن من عائشة فلماذا تمنع هذا الإرث فاطمة نايكا مقدمة ريد أقول لك ومن هل التاريخ شلون جاينا حتى نطلع على الشيء اللي أشار إلى الحج أمين كيف الإنسان يجهز نفسه لهذا اليوم في المناصر الآخر وهو أنه لما نكون إحنا نفرح بهذا اليوم وندعي فيه بإمامة صاحب الأمر ولما استشهد الإمام الحسن عليه السلام فجاءت مهرولة على بغلة حثمان شوف الدقة وين وهي تنادي لا تدفن في بيته من لا أحب من أين لك البيت هل هذا بيت أبو بكر هل هذا بيت أبي بكر أم شركة النبي أنت الوارث الوارث في زمن الحسن هو الوارث الوارث الحسن والحسين يمنع من إرثه وهي تقول لا أحب أن يدفن أو لا تدفن في بيت من لا أحب بيت النبي يتبدل إلى بيت أبي بكر تأخذه بالإرث وهي محاسبات هؤلاء إذا تشوف ونطلع عليها كثير واحد يقول لك ليش هاي النعرات وليش هاي الإثارات يعني مودين خموطين مو بكيفك مو بكيفي بس بعض الأحيان إذا بنيت بناء يصل إلى السماء والعوجاج ماله بمن غز إبرة أخير شو سيصير ينهار وهذا الانهيار اللي اليوم عندنا المشكلة اللي ما عارفين هل يش بيوتنا ليش تنهار أنا كشيع موالي أصيح الله أكبر يا صاحب الزمان أدركني وين العيب فإذن لماذا طردت فاطمة وهي ليس بالوارثة فقط بل إنما كل الإرث لها لكنما يبدل ذلك إلى امرأة لا تنجب هم المسلمين حتى ما عدا حتى ما عدا ولد مات أدثلت أولاد النبي ماتوا وعند أربع بنات ثلاثة منهم ماتا على حياته لم يبقى الوارث إلا فاطمة لهذا احتجت سلام الله عليها بخطبتها على أبي بيك بالخطبة الفذكية المعروفة في كتاب الله يا ابن أبي قحافة أنت رث أبقاك ولا رث أبي أكو شيء بالقرآن شايف أنت إنت تورث وأنا ما أرد وإذا هذا القانون موجود لماذا بعد موته صاحبه الذي يحرضه على ذلك وإذن به يطلب الإذن من عائشة يقولهم لأن هي الوارث عمر يقول له هي الوارث ترك تركتم كتاب الله ونبثتم وراء ظهوركم حيث يقول وورث سليمان داود ويقول في حق يحيى بن زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني هاي شو تسوي بها احتجت عليهم على أبي بكر حتى يوم من الأيام دخلت عليه حاججته فكتب لها رقعة أو كتاب يقول إن فدك لفاطمة وأنا غلطت الرواية اللي حتى ادعاها أبو بكر حتى هو المدع الوحيد فيها ما صدقه أحد الرواة أو أحد الصحابة لكن المشكلة وين المشكلة مثل ما خطبت السيدة زهراء مثل ما خطبت السيدة زينب بس يبكون بكاء التماسيح يبكون يقولون التمساح ليش يبكون حينما يفترس فريسته يصير عنده ضغط على الفكين فوق الفكين أكو هذا حوض مثل الإنسان حوض الدموع فهو مو يبكي عليهم بس مثل صارت فتنهار دموعه فالميدر يقول يبكي على فريسته نحن 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 مشاكل عجيبة غريبة مرة في هذا التاريخ لهذا هذا اليوم يوم عصيب يوم عن جد احترقت فيه الرسل الرسالات السماوية فالشيء مبكي فالشيء محزن من جهة من تشوف فلما كتب لها رقعة بالإرث وأخذ فدك خرجت فصادفها عمر قال أين كنت وماذا تريدين يا بنت محمد قالت دخلت على صاحبك فأعطاني هذا الصك هذه الرقعة قال ناولينيها شافت طتها شافت شافت فخزأها خرقها رواياتنا تقول وبصق بوجهها ولطمها هاي أول هجوم هاي اللي ما يقال عنه ف خزقها خذاها من إيدها فقالت هذا اللي يقل لك هاي الرواية وين الدل بهم جماعتنا قالت بقر الله بطنك كما بقرت قرطاسي أو كتابي دخل على أبي بكر قال لي شني السالفة قال لي جد فاطمة قال أتكتب هذا لفاطمة قال ولم لا قال إنها قد تأتي وتطالبك بالخلافة لقالي فأس كتابي شوف السياسات اللي اليوم إحنا كيف فهذا بالنسبة لعدة التاريخ الرواية التي في هذا الباب والتسميات لهذا اليوم مثل ما أشار أحد الأخوان الحاج أبو من أبو مرتضى ذكر رواية عن أمير المؤمنين ما أعيدها أكثر من أربعين اسم أكثر من ثلاثين اسم مكانات الأئمة عليهم السلام يسمونها شيء مفجع وهو أنه بهذا اليوم في رواية أنه يوم التاسع اللي المرحوم صاحب البحار وغيره يقولون صار القتل الحادث أو الموت في يوم التاسع للخليفة بعض يقولون لا طعن في يوم في يوم الجمعة صباحا قبل الصلاة ومن بعد ثلاثة يام اللي صادف ستة وعشرين من ذي الحجة مات الخليفة ثلاثة يام ظل يوم الثالث مات لهذا لأنه قريب من الغدير فسميه أيضا بالغدير هذه الروايات في روايات أخرى لا مثل ما قسمنا أنه العالم في الحياة إضافة على ما قلنا الحياة الإنسانية تجعل ثلاث أنماط يعني أنا كإنسان إذا أريد أسمي نفسي إنسان عندي حياة مادية وهو هذا الجسم أكل وأشرب حياة روحية نفسية وهي الأشياء اللي عندي إياها زين النفس اللي عندي إياها نفسي أنا شم قوة عدها علماء الأخلاق يقسمون هذه القوة لعد أربعة ثم الأربعة تنقسم إلى كل وحدة بين اثنين الصير هي الثالثة الصير حد الوسط يصير وإلى ما هناك اثنع عشر ومن اثنع عشر النووي بيبلشون وهذا الكتاب هذا أو الحالة هذا اللي كنا إحنا يوصون بنا لأم عليهم السلام أنه كون ندرس هاي الأشياء حتى تدري ليش الطفل يتشذب لماذا يكذب الطفل لماذا يكذب الرجل لماذا يقتاب لماذا يهذي يحكي لماذا لم يعتدل لماذا يضيع وقته لماذا لم ينتبه إلى حياته لماذا لم ينتبه إلى دينه لماذا لم ينتبه إلى هجرته لماذا لم ينتبه إلى ناموسه لماذا لا يفيد معه هذا الكلام كله يقول لك كلها مرهونة بالعلوم الأخلاقية وأنت الأخلاق ما دارس ولا صفحة منهن وأنت تشوف أصحاب الإمام الحج سلام الله عليه من صفاتهم العلماء الفقهاء الأولياء المتقين ياها عندنا ياها لهم دوي كدوي ناحل في صلاتهم يشبهون هذول ب أصحاب الحسين عليه السلام ياهم أننا جدام أهل أو جدام بيت أو جدام عائل تصل لصلاة الليل نحب لنحب اليوم على وضع العراق ياه وشال التليفون وما سب وجدام أطفاله ومن سعى الحج يا من يريد يعلمنا أنه وكيف نجابه هاي قال ياه ونحن نتعلم كيف هاي المشاكل يعني في العين قذى وفي الحلق الشجا أمير المؤمن عليه السلام يقول ما حالي يقول يقول عندي علم تعالوا واخذوه يسبونا يسلم عليهم ما يجوه يا عم انت لكن بجمل ولكن بصفين ولكن بداهية ولكن بطرقاعة انت شمالك ما تريد السلام قام واحد لعد واحد يقول أخشى أن أرى أو يراني أحد فيشكوني ليش لأنه يقول لك إذا بيوت الله خمسين مسجد خمسين مسجد بالمدينة بناها وصل في كل مسجد منها صلى صلاة رسول الله خمسين مسجد قالوا لماذا خمسين مسجد قال كثير عدد سكان المدينة قال تقريبا عشر تالاف قال كل مئتين مسجد إحنا مسجد خالية مراكز خالية وكنا من نجل عندها كنا فقه كنا علماء كنا صارت عندنا مشكلة هذه الرسائل العملية اللي ابتلوا بها علماء من وراء كل ما يزود عدد هم تزود التفريقة بينا من مسألة شرعية اخذ يوم من هذا يوم من هذا لماذا إذن ففي عالم الإنساء يقولون الإنسان يتكون من جسم ومن نفس ومن عقل لهذا سمي الإنسان بالأبعاد الثلاث يعني فيه شيء من الملائكة وهو عالم الجبروت فيه شيء من الحيوان وهو عالم النفس وفيه شيء من الناس أو المادة وهو هذا الجسم هذا تقسيم من التقاسيم لكن تقسيمنا اليوم شوية تقريبا شيء ما مثل ما نقول يختلف وهو أن الإنسان بما هو إنسان عنده تشابه تارة كما يقول أهل المنطق إحنا عندنا كم جنس وكم نوع مثلا لما تجي لعد الإنسان يقول لك الإنسان ما هو تقول نوع من الحيوان فالحيوان يصير لجنس قريب الجنس الثاني اللي فوق الحيوان يصير الجسم النامي وفوق الجسم النامي يصير جسم المطلق وفوق جسم المطلق يصير الجوهر هذا الناحد ورا واحد فيقلك أنت لما قلت حيوان ما يدخل الشجر لما قلت النامي صار جنس بعيد شوية زين فيصير بين الجسم النامي أن الإنسان جسم النامي ينمو أو إنسان يحتاج إلى غذاء وهذا الجسم النامي وحدة من معانية وإذا تريد تقول لا على جسمية الإنسان ما الإنسان تقول جسم ما الإنسان جسم مطلق يعني حال حال الحجر جوهر وهو يدل على الوجود شو ما كان يريد يكون وجود ملموس يريد غير ملموس يريد روح يريد عقل كالملائك الملائك أخو ما بيك تشوفهم أو تلمسهم مثل الأشياء اللي عدنا إياها وسحنا الجن ما نشوف هذا الباب من يجي يقل لك إن الإنسان في عالمه في عالمه يحتاج إلى حالة هاي الحالة كن نعرف هشنه وهي أنه جسم الإنسان يشترك مع الوجودات النامية الجسم النامي لما تقول يشمل المواد التي تزرع على الأرض يعني مثلا أنا أجل لعد الخضار لعد الشجر يقول له جسم نامي ليش أنا أقدر أصير مثله يقول لأن أنت تحتاج مي تحتاج غذاء هذا أجسام نامية هذا الباب يقول للإنسان النامي يعني إذا اختصر الإنسان على الأكل والشرب يقول له هذا إنسان أو هذا الشخص أو هذا الوجود وجود نامي شوي إذا نطور أنه لا والله يحتاج إلى زواج يحتاج إلى عمل يحتاج إلى مسائل اجتماعية صداقات كذا يصير عالم الحيوان لهذا الإنسان يصير من جملة الأشياء الحيوانية لهذا عندنا الإنسان تارة يكون في عالم الحيوان شلون يعني يعني يقول لك حياة الحيوانية كما أن له حياة نامية عنده حياة حيوانية وإذا صار الحياة الحيوانية والحياة النامية اثنين هذا ما يفيد تجل عند الحيوان يأكل ويشرب وينام الإنسان يتزاوج نفس الشيء زين الأسد يريد الغلبة ويريد أنه يسيطر نفس الشيء للإنسان بعض الأحيان الإنسان يطلع من هذا الخط يصير مثل الذئب يصير مثل ابن آوة يصير مثل ما أدري نفس الشيء الإنسان يصير مثل هذه الحيوانات فتشوف عنده هذه الأشياء زين لكن إحنا بماذا مطالبين بهذه العوالم الإنسانية بهذه العوالم النباتية الحيوانية ونسكيت يقول لا نحن حياتنا أو الحياة المطلوبة عندنا التي تميزنا الحياة المميزة لنا من عالم حياة النباتيات أو النامية وعالم حياة الحيوانيات هي عالم اللي يسمون عالم العبادية أو عالم البشرية ما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون يعني البشر بمن يختلف عن بقية الحيوان بالعبادة العبادة شنه معناها القرب الإلهي قرب الإلهي يعني سيدة واحد مثلا ما يقدر يصوم ما عنده قرب إلهي لا لا أكبر من هاي فروف زين ف قالوا في هذا الباب هي الميزة التي ميزة بها الإنسان عن بقية الحقائق الأخرى يعني أنا لما أشوف تمييز يصير عندي فهذا التمييز ليس إلا هو من هذا المدى أنه أنا شقد عندي حياة بشرية أو حياة عبادية وإلا إذا أنت تشوف لك واحد دكتور واحد فيلسوف واحد عنده ما أدري من الألقاب شكثر زين لكن ما عنده بالأمور البشرية أو ما عنده بالأمور التعبدية شيء شد قل له هذا قل له إنسان قل لك يا قل له إنسان بس يو إنسان قل له نامي يو إنسان حيواني اليوم لا الإنسان بما هو إنسان أو الحياة اللي نعبر عنها والآية الشريفة أشارت لها أن لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فد شيء جدا يعني فد رمز بيها عجيب غريب هذه الآية شيء أصلا فد مفاجئ لعد هذه الآية أنه كيف يقول لك لكل إنسان يدخر 450 إلى 500 كيلو من الطعام اليوم هس هاي تحقيق بألفين وكسور لكن لكل واحد منهم تقريبا 14 طن من السلاح موجود اضرب 14 طن أو 15 طن فيه 8 مليارات نسمة شوف شوف قد سلاح موجود السلاح بما هو سلاح حام كل شيء اسمه سلاح كل شيء اسمه سلاح يعد لكل إنسان اليوم من 14 إلى 15 طن لكل شخص موجود وذاكر أنا مجالس سابقة لكن الطعام اللي يحتاج الإنسان مو العلاج بس الطعام 500 كيلو يدخر لكل إنسان هالقد لكن السلاح ليش لأنه هاي الروح أو هاي الحياة المعنوية أو هاي الحياة الإنسانية مفقودة زين فالبشر أو البشرية تقريبا إذا تريد تشوفها وتتعلمها وتفسرها وتحييها وين تلقاها أنا هسا اليوم يلا أريدا أصيرا بهذا اليوم العيد هذا اليوم اللي انت تقول العيد شسوا بي يعني أروح أدور على النام والحيوان والشسم يقول لك لا هذن موجودات شئتها ما أبيت الطفل هو وبطنه الحياة النامية عنده يأخذ ويأكل من غير فم يشرب ويأكل ويصرف كل شيء من جهة المدين من حبل الصرة مالته وهذه عليها أيضا كلمات ما ندخل بهذا الموضوع إذن الحياة البشرية التي يقول فيها القرآن الكريم بهذه الآية الكريمة هي الحياة الثقافية الإنسانية التي لا تكون إلا من الوحي فما هي حياة الوحي أو الحياة الإنسانية عن طريق الوحي وعن طريق القرآن وعن طريق المعصوم ما هي رجونا 124 ألف نبي أو 424 ألف نبي ما هي الروايات عندنا إياها وين هم هذول كلهم يصلحون الإنسان ما نصلح إبليس لحالة غلب الكل ما خلى واحد النبي محمد بعده ممدفون شقوا عليه جاءت عائشة هي تقول جئت بعد ثلاثة أيام حتى رأيته مدفونا الإخوان هواي كان هامهم مسألة الإسلام والدين لو ما هامهم ما صار هيش به نحن هاي مشكلتنا زين الحياة البشرية التي كرم الله الإنسان على أساسها كيف يكون أو كيف تكون لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين انتبه لعد هذه الآية شوي انتباه يقول محمد جاء نذيرا وما أرسلناك إلا مبشرة وما أرسلناك إلا نذيرا بشيرة وما أرسلناك إلا أن تفكه من الناس وما أرسلناك إلا تعال شوفه هنا يقول وما أرسلناك زين وما أرسلناك أو لينذر عفوا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين محمد لما جاء بالإنذار ما جاء للأموات عجيب ويالقى لك جاء للأموات يقول لك لا لأنه البشر تنقسم إلى ميت وحي اللي عنده النفس النامية والنفس الحيوانية هذا ما يقول له الحي جاء لأهل الحياة جاء لأهل الحياة لينذر من كان حيا ويحق القول مقابل الحي شعد نحن يجي مقابل الحي يجي ميت حتما حي ميت بس هنا ما يقول ويحق القول على الميتين يقول ويحق القول على مهيش الآية شو تقول يقول لي ينذر من كان حيا ويحق القول على تعال هسا انت وانت حجية تعال بالله شوف نفسي بالله أنا كافر يحي الحياة المحمدية الحياة المحمدية مقابل مميت مقابل الكافر فشوف اش كثر عندنا كفر عملي احنا انا وانت بالبيت وين انا وانت من زوجتي من زوجي من خي من بنتي من اولادي من كذا وين احنا اين نحن من هذه الحياة التي يقابلها الكفر وشوف الآية الاخرية شو تقول يا ايها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ويعلمكم لما يحييكم أنا لما اجل المهدي مهدي آل محمد صاحب الراية العظمى صاحب البشارة الكبرى صاحب من ينفذ جميع ما عند الانبياء مية واربعة وعشرين الف نبي عندهم امنيات ولا وعد منهم ضبطت حتى محمد صلى الله عليه وسلم ما ضبطت امور بعدها ما ميت سبعة ظلوا رواية مشهورة عندنا والدين اخو بعد ما تقدر تقل لي لا ارتد الناس الا سبعة اخو ما ارتدوا من اشهدوا ان لا الى عجل الله اشهدوا ان محمد رسول الله انما وليكم الله ورسوله قابلين بس هذا شو يفيد هذا اسلموا بل قولوا اسلمنا قالوا امنا لا ابو يا لا تكونوا امنا قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان فيه ليش لما يدخل الايمان في قلوبكم لانه كل واحد عنده ابرة اليوم يقدر يطعمك اياه ويقل لك انا اضربك ابرة تروح تقبل انت حس اذا انت عندك ابرة وتجل عند الحاج امين الحاج صابر الحاج ابو زي قل لعامي انا عندي ابرة قل لك تعال انا اضرب وانت ضارب ابرة لا ما اضرب بس انا هيك اضربك تقبل منا حتى لو كان عزيز عليك ليش لانه تريد واحد تكون اخصاي من له التخصص في ادخال الايمان في القلوب غير علي ابن ابي طالب وآل علي ابن ابي طالب من الذي يدخل هذا الايمان انا وانت من الذي له القابلية الكبرى انا مدينة العلم وعلي بابها الباب كونت روح لها بيخير يقول انا شفت صور من هذه المدينة ما شفت ولا تعرف شي لانه حتى الفرمول اللي تشوفه انت وحتى الضرب لتقل لي اثنين باثنين اربعة زين واحد زائد واحد اثنين هاي القاعدة اذا تريد تشيرلها يقولولها قاعدة العاقل وقواعد من هذا الباب اذا ندخل عليها تشوف الامور اصلا وين احنا اذن فالذي يأخذ بحجزة محمد وآل محمد حي والذي لم يأخذ كافر وكل كافر ميت استنتجها انت وخليني انا وانت نشوف اش قد متنا من هذا العمر اللي عندنا اذا ظليت بالعالم النامي حياة النامية بس تاكل كالشجر وتشرب كالشجر الماء فانت لا تزيد اكثر من هذا واذا صار الانسان جلكم الله مثل الحيوان يقضم وبعض الاحيان يريد ان يستفرس ويريد ان يحصل ويكون مكون لحياته كقطرسة مثل الاسد مثل النمر مثل المادرشينه فنفس الشيء مو اكثر هل هذه حياة لا يقول لك هذه كفر اذا اين الحياة الحياة حينما تسمع وحينما تأتي لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين زين ينذر بالوحي ويقبله الانسان اذا انذر الانسان بالوحي وقبله صير حي اذا ما قبله لهذا مطالبين بشكل عجيب غريب الحي اللي مقابل الميت من يعطيه هذه الحياة كيف يعطى هذه الحياة يقول لك الحي الذي يعطى هذه الحياة البشرية السماوية هي التي تأتي بالهام الوحي وإلا فهو ميت لهذا فالله يحيي الارض بمن يحيي الارض الآية اش تقول الله يحيي الارض بعد الممات اللي عليها وين الممات ليش ممات شو انا شوف ان هس هاي الناس كلها عايشة من زمن آدم 15.500 سنة او 17.500 سنة عمر الانسان اليوم المدون في العلوم بين الـ 15.500 الى 17.500 سنة هذا الانسان عمري انا وانت من ابينا آدم الى زماننا هذا 15.500 زين فهذه الحياة او هذا التفسير هذا التفسير الذي يفسره اهل البيت عليهم السلام يقولون ان الحياة التي يعطيها على ضوء هذه الآية فالله يحيي الارض بما يحييها السؤال الذي يطرح يحييها بمن بالماء وهو اكو اشياء اليوم ذاك اليوم عبروا عن هاي الكانجرو قالوا هاي ما تشرب مايه طلعوا شيء اخر من الدواب في استراليا قالوا هذي ما تشم الميه بس اكو نبتة هناك هاي النبتة ما تقدر تستغني عنها فشافوا هاي النبتة فيها نوع من الاكسيدة بحيث اذا دخلت جسمها تتبدل الى ماء مع الاكسيجين اللي تتنفسه زين ولا مرة تشرب ماء واذا اردت ان تميتها مو اجعلنا من الماء كل شيء حي هيكتشفوها على انه الماء تارة مباشرة الانسان يشربها تارة بالمقذق وهم يشرب هذا الحيوان يقول لا هو الله مطي جهاز ياكل هذه النبتة وياكل هذه العشبة مو عشبة شيء ما الظاهر من الحالات الصامتة اذا اخذها فالاكسيجين اللي مثل الارضة يعني ما هي الارضة اللي تاكل مثل ما يقول عصى سليمان عليه السلام منين تشرب الماء اجوا المفسرين الجهال الذين لم يلتفتوا الى آل محمد قالوا الجن تأتي اليهم بالماء سئل الامام الصادق عليه السلام قال ان الله يسقيها وهي تدور في رحاها الخشب او التي تقضمه هل قد عدها منافس دقيقة من الخشب الجاف من الاشياء الجافة من الحيطان حتى من التراب تستخرج ماءها هي تهدلك كل شيء ما يضل شيء لكن تروي عطشها هاي الارضة الارضة اللي دودة زين فتثق بالاشياء وتاخذها زين اذن لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم فالحياة النباتية موجودة عندنا الحياة الحيوانية موجودة عندنا لكن الحياة بمعنى الحياة الحياة بمعنى الحياة الانسانية او العبادية لم تكن الا من 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 ادخره الله يوم اش كدر اريد اروح اصلح الدين وباسم الدين اش كدر دبح هذا العراق الى الان اهلنا موال ينذبحوني ولا ها تدري شنه القصة تعرف شنه القصة كنا نصحها ويلتا ندري منين ما ندري ليش لانه كل واحد يريده هو يصير المصلح بابا الاصلاح ما يصير كما كانت الخاتمية مخصصة بمحمد فالاصلاح لا يكون الا لابن محمد هذا الشيء اللي عندنا فالنبي يحيينا بالحياة البشرية ولقد كرمنا بني ادم بماذا كرمهم بالقاظم بالاكل بالشرب بمن كرمهم لا كرمهم بالوحي كرمهم بالحياة نحن نكرم في محمد وآل محمد حينما نصغي ونقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وعلى أساس هذا نحن نحيا بالوحي عندنا حياة والذي تأمور موجودة عند الحيوانات البقية موجودة والقص والعدالة الإلهية والعدالة الإلهية لا تكون لا تكون إلا بهذا الباب لا تكون إلا بهذا الشيء لا تكون إلا بهذا الشخص لا تكون إلا بهذا الأمر وهذا بحث طويل لا بد من الرضوخ إليه أكثر فأكثر فالإمام الحج عليه السلام المبايع له في يوم تاسع ربيع معنى أنه نأخذ حصتنا منه سلام الله عليه وهذه الحصة هي التي تجعلنا نحتفل بهذا الباب إن شاء الله من الذين نأخذ بحجزتهم نأخذ بأوامرهم والإمام سلام الله عليه لا يكون إلا صاحب هذه الدعوة الإلهية والدعوة العالية الحق الحقيقية بحق محمد وآله هل فيه روايات فيه أمور فيه مسائل كثيرة تطرح هل وهل وهل أنا وأنت إذا نريد نوصل لعد هذا الباب شنسوي يقول فيه أربع ثقافات لا بد من أن تنتبه إليها أربعة أربع استعدادات لا بد من أن تثقف نفسك فيها لا بد من أن تعد نفسك لها حتى تكون ممن يصغي لإمام زماني حتى تكون ممن يأتي إليه صاحب العصر والزمان عليه السلام في هذا الباب وينال ما يريد وهي الاستعداد الروحي أنه روحيا نفسيا أن تكون تعد نفسك ما قد رح نعدنا هذا الاستعداد؟ اليوم إذا جاءنا واحد وقال أنا عندي هذا الشيء نقبل منه يو كل واحد اليوم هاي الوضع اللي بالعراق نشوفه وكل واحد يفسر على دوره وعلى كورة اللي هو يحمله؟ الشيء الآخر الثقافي الاستعدادة الثقافي أدي عندنا؟ كم صفحة نقرأ؟ كم سؤال نسأل؟ كم شيء نسمع؟ لأي أحد نسمع؟ إذا كل يوم تريد تسمع لك واحد وما تصير شو الفائدة؟ أنت عندك القابلية تسمع لعد كل أحد؟ عندك القابلية أنه تكون مع كل أحد بكل مجلس؟ إذن الاستعداد كون هذا الاستعداد السلوكي أنت لما تشوف هذا الكذب موزياً لما تشوف هذا يأثر سلباً عليك على عائلتك على أطفالك على وجودك على اجتماعك على حسينيتك على مركزك على بلدك على وين ما تريد تروح؟ على ثقافتك شقد أنت عندك هذا السلوك بحيث أنه تغير؟ والإمام الحجة سلام الله عليه في هذا الباب كم أكون أنا قادر حتى أأخذ منه هذا الشيء؟ الوضع اللي إحنا كنا تقريباً مبتلين فيه وهو الاستعداد الرسالة جبنا أطفالنا هنا شو سوينا لهم؟ هذا واحدة من التهديدات اللي من ساعة حجة الحجة وهذه موجودة بكل مكان لكن هنا شلون؟ أكثر فأكثر أكثر فأكثر لهذا يجب علينا أنه ندعو لهذه الحالة ولهذا اليوم وبفرح هذه السيدة الزهراء سلام الله عليها لأنه الفرح ليس معنى أنه هذا اليوم فقط لا بعض قالوا وهو إمامة الإمام والمبايع له سلام الله علي اللهم إني أجدد له في هذا اليوم عهداً وعقداً وبيعةً لا أحول عنها ولا أزول أبداً شقد عدي بها إمامة؟ اللهم وبيعةً في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبداً اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتماً مقضية ما تقول؟ ما تقول؟ فخرجني من قبري يعني رجعة في نص جملة في لفظة في جملة في دعاء عجيب قريب يرجعك أنه يعمل تشيع موالي تعتقد بالرجعة أو لا تعتقد بالرجعة هذا الدعاء إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتماً مقضية فخرجني من قبري مؤتزراً كفني شاهراً سيفي مجرداً قناتي ملبياً دعوة الداعي في الحاضر والبادي إذن أنا إذا أكون رسالة والله شقد سويت هذه الرسالة وشقد مشيت بيها إلماً شقد مشيت بيها بالله لعد هذا البلد اللي أنا جاي إله شقد مشيت بيها مع هذا البلد اللي أنا فيه تقريباً الآن زين فالله سبحانه وتعالى يحيي بمهدي آل محمد وهذا الباب هما عندنا طويل عريض لما تجي لعد الإمام الحسن العسكري أربع سنين عمره وجابه من المدينة حطه وين بسامرة أربع سنين عمره من أربع سنين هذا الإنسان سجين لهذا ما حاج لهذا منع من الزواج صار ابنه صار ابن المهدي تعال انت شوف لعد الروايات اللي عندنا صار ابن الإمام المهدي زين هذا الإمام العسكري اللي ابن الإمام الهادي صار عنده ولد كلف بتكاليف ما كلف بها الأئمة من قبله لهذا يقول لك هسا بعد ما ننتظر أنه كل إمام لما يتوفى لما يستشهد نقول الإمام اللي وراياه لكن لما توفي الإمام العسكري عليه السلام قلنا متى يظهر صاحب هذا الأمر متى يأخذ الثار متى يبسط العد متى يأتي بالخير زين هذا اللي موعود أني جاعلن في الأرض خليفة هذا خليفة الله كم نين تجيبوه لكم خليفة طلعلي بالله ياهو من دول هاي كلها وانتخبوه لكم واحد من علماءنا من كذا بالله تلقوننا واحد خليفة يصلح لعده شي فهي المشكلة اللي عندنا إياه زين لهذا يقولون صار عمره شكذر الإمام سلام الله عليه صار عمره خمس سنين أحد شافه شافه الخواص شافه مثل عثمان ومثل محمد بن عثمان زين شلون هذو اللي إجوا وشافه لأنه كانوا موثقون وثقهم الإمام الهادي أمام الناس قال هم ثقتنا وثقة آبائنا في الدنيا وفي الآخرة في أمور الدنيا والآخرة فما يعملان وما يقولان فإنه حق عن حقيقتنا عجيب راح الإمام الهادي إجا الإمام العسكري قال إنه ما لي وش سوى الإمام العسكري الإمام العسكري الإبداع اللي سوى تقريبا ما موجود بالعالم حتى للأنبياء حتى للأنبياء قاموا يجيب جماعة زين مثلا منهم سفراء كانوا وين بقم بالمدينة بكذا وكذا وكذا إلى آن قالوا أنتم تجون وتسئلون وشوفوا الشيعة شيردون ما هي الأسئلة التي موجودة تعالوا نشوف إن شاء الله شيء يصير فقاموا يجون إلا أنه عثمان ومحمد ابن عثمان اثنيناتهم ذول الأب والولد زين ذول اثنيناتهم عثمان بن سعيد ومحمد بن عثمان ذول اثنيناتهم يختلف أمرهم تماما ليش لأنه لما قال لعمه وجره من أذياله فإني أحق بالصلاة على أبي منك يقول جره ولم يتكلم ولم يعرف ماذا قالوا من هذا قالوا له من هذا قال لا أدري بس يش سوى هذا جعفر الكذاب لعنة الله أخ الإمام هو هو أخ الإمام يصير عم الإمام الحجة راح أخبر الخليفة العباس المعتمد قال فخرج إلينا من زاوية البيت بتلك الليلة أول ليلة للدفن أو قبلها وإذن ببيت الإمام محاصر وتهجم عليه الفئات وذي يشل لنا بشهادة الإمام ذكرت أنه حبسوا جميع الإمام حبسوا جميع من كان هناك لسنة حتى يشوفون بل الله إنهن فوارغ أو حوامل سنة كاملة ولو كانت عدهم نظرية أبو حنيفة أنه بقى في بطن أمه أربع سنين ونص لا أبقوهن أربع سنوات ونص لكن هذه النظرية ما كانت زين عدهم الظاهر ما معتقدين فيها وعلى مذهب آخر وعلى مذهب الحنابلة كانوا زين فلما صلى تقول رواتنا فأخرجاه عثمان بن سعيد ومحمد بن عثمان أخرجاه وين أخرجاه إلى المدينة من الذي أباح بهذا السر أباحت به عمته حكيمة لما سئلت أين ابن أخيكي أين صاحب هذه الأمة أين مبسط العادل قالت قبل عشرين سنة لما توفي الإمام الحسن فأخذه محمد أخذه أثمان بن سعيد ومحمد بن عثمان زين هذولي عند الشيعة الخواص تبينه وأنه هم الثقة مهيش فكل شيء يقولون بعد عندهم مشكال الشيعة الحقيقيين وبعد ما يرتدع هذا إمام عن إمام واحد واحد منزلهم فاش صار ثم من بعد ذلك هم قال هذا حسين وذاك همعين واحد الرابع وكانوا الرواية تقول وكانوا يحجون في كل سنة لما سئلت حكيمة عن حجهما ومات الأبو والنوب الأبن ظل يروح لماذا والحج لهما بهذه الكثافة كل سنة قالت لكي يتصلون به فمن غاب عنهم في الصلاة كان خمس سنين زين بعدين ورع قال لك بعدين هو يتجول هو بالنسبة حتى لعد النواب السفراء يقول لك أنت بالخمس سنين شفت هسا صار خمسة وعشرين أو خمسة وثلاثين سنة فمن يجي حتى لعد السامراء حتى لو يجي لعد السامراء أنت من رح تعرفه كان شاب كان طفل وهسا شاب فكل هذا يدل على أنه الدين اللي عندنا أو التمسك الذي لدينا بالدين يجب علينا أن شوية نطور مفاهيمنا ونطور أدوارنا ونكون عن جد بانتظار صاحب أمرنا وعزة شرفنا لهذا الإمام المهدي سلام الله عليه هو الذي يحيي هو الذي محيي الشريعة هو الذي في هذا الباب يعطي هذا المعنى فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أمصاره أن نكون من أصحابه أن نكون من الممهدين أنا وإنت هس بهذا البلد ببيوتنا لأنفسنا فعلينا أن نكون من الموطئين من الممهدين للإمام الحج ولو بدعائنا ولو قبال زوجتي وأطفالي ولو قبال مجتمعي أنه تكون عندي هذه الصفة وهذه الحالة زين أنه أكون من الراصخين في هذه العقيدة موجينا هنا أنه كل شي العدن يروح لا بل إضافة على أنه ندعم ونفعل ونطالع ونقرأ ونحتفي ونحتفظ ونحتسي هذا الحساء المعنوي العالي زين في حب محمد وآل محمد يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله المصطفى خير خلق الله جدكم والمرتضى والد والطهر أمكم وبعد ذكر الإله الخلق ذكركم ذكركم كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له اللهم أرنا القلعة الرشيدة والقر الحميدة نواضرنا بنظرة منا إليه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا هذه الحياة الدائمة بحق محمد وآل محمد نقرأ هذا الدعاء سوية دعاء الإمام الحج وندعو به لعراقنا الجريح هذا الدعاء كثير من عندنا ما نعرف ممكن وزانش كثر أنا شفت بعض العلماء بعض الفقهاء بعض الأولياء ذات صير مشكلة يقول من قرأه دبر كل فرض ثلاث مرات يفرج الله فنحن نقرأه إن شاء الله بصوتنا لنصرة العراق لحفظ بلادنا لحفظ مقدساتنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبان في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا صاحب الزمان أدركنا ولا تهلكنا يا صاحب الزمان أدركنا ولا تهلكنا يا صاحب الزمان بفاطمة وأبيها وبعليها وبنيها والسر المستودع فيها روضة شهدائنا حفظ عراقنا حفظ علمائنا حفظ محتشدين متظاهرين إن شاء الله الكل وإن شاء الله إصلاح ما يكون اليوم ونشوفه بالعراق في كل مكان لبنان إيران في كل مكان هون في كندا في بلاد المهجر في هذه المراكز اللهم يسر ولا تعسر وقضي حوائزنا بظهور ولي أمرك وشافي مرضانا عافي مرضانا المنظورين من له حاجة قلدنا الدعاء شفاء المرض فك الأسرى حفظ مقدساتنا في النجف في كربلا في الكاظمين في سامر في العراق في لبنان في إيران في أفغان في الخليج في الحرمين الشريفين في كل مكان سائلين الله سبحانه وتعالى بحفظ شبابنا فتياتنا بيوتنا ناموسنا حسينياتنا مراكزنا بالنبي وآله رحم الله من يقرأوا الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآله محمد الله مصلي على محمد وآله محمد بسم الله جزاكم الله خير رحمة الله عندي